موسيقى صباح الخير على حضراتكم وصباح الامل والتفاقل والبهجة والفرحة والانتصار مبروك لكل الشعب المصري مبارح فوز منتخبنا لكرة اليد فرحتونا وفرحت قلوبنا كلنا وإن شاء الله الكاس مش هيخرج من على أرضنا هنكون معاكم النهاردة إن شاء الله على مدار ساعتين بموضوعات مختلفة صباح الفل صباح النور صباح الخير على حضراتكم مشاهدين الكرام صباح الخير على مصر المحروسة وكل أهل المحروسة داخل مصر وخارج مصر حلقة جديدة بنبتديها بالحب والأمل والطاقة الإيجابية على حضراتكم خدنا مبارح دفعة قوية جدا من منتخبنا كلنا ابتدنا نلتف تاني حول شاشات التلفاز عشان نتفرج على منتخبنا الوطني يمكن الإحساس ده كان بيجي لنا أيام مباراة كرة القدم خاصة في الأمم الإفريقية لكن منتخب مصر الوطني لكرة اليد لعبة الشعبية التانية اللي هي دلوقتي متصدرة ومتسيدة والناس ربما يعني مش عايزة الناس اللي هم الكرويين قوي يزعلوا مني في الموضوع ده لكن فعلا زي ما احنا بنقول كده كرة اليد أخدت وسحبت البصات من تحت كرة القدم في هذه الأيام كرة الدياد المصرية حاليا بتعيش أزهى وأحسن عصر عندنا النهاردة فقرة هنتكلم فيها على الفوز الثمين اللي احنا حقنام بارح على المنتخب البيلاروسي لأنه احنا عندنا مباراة مهمة جدا أمام منتخب سلوفينيا بكرة إن شاء الله بنتمنى طبعا كل التوفيق وخلوا بالكو دلوقتي حسابات المجموعة بقت معقدة فدلوقتي احنا بنتكلم ان احنا عندنا تحدي في اللي جاي انه يعني ممكن نقطة ونلاقي نفسنا بارا البطولة ده هتوقف على ايه على أقدام لعبينا على كل الأحوال احنا طبعا هنبتدي مع حضراتكو دلوقتي فقراتنا في تمانية الصبح وانتظرونا بقى النهاردة مع ملك من ملوك الدفاع في كرة اليد المصرية النهاردة في فقرتنا كابتن ايهاب محسن هيكون معنا النهاردة في فقرة تحليلية لمباريات مونديال العالم لكرة اليد مصر عشرين واحد وعشرين بغض النظر بقى طبعا احنا عايزين نستغل فرحة نظيف ان احنا نكمل عليها وندعم وانتخبنا ونشجعهم بشكل كبير جدا 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 لازم احنا نقول لهم احنا معاكم ووراكم هو ده هم اللي محتاجينه بتفرحوا قلوبنا ورجالة على أرض الملعب ان شاء الله كده تفرحونا بكرة وفي البطولة كلها وانا مصممة برضو انه ان شاء الله يا رب يا رب كده الكاس ما يخرجش من أرضنا طيب تعالوا بقى نبدأ دلوقتي فقرتنا الخدمية اللي دايما بنستطلع فيها يعني مجموعة الأخبار الخاصة به التقس المرور والأسعار ولكن دايما بدايتنا بتكون مع أخبار التقس تعالوا نشوف هيئة الأرصاد توقعت ايه؟ طبعا طبقا ليه تحليلاتها العلمية انه بيشهد اليوم السبت طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح المعتدلة والطقس كمان معتدل على السواحل الشمالية الغربية مال البرودة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح كمان هتكون معتدلة والطقس هيكون ماء اللي الدفء على جنوب سيناء والرياح هتكون معتدلة كمان بيتوقع هيئة الأرصاد أنه هيسوب طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة وتقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح هتكون برضو معتدلة تعالوا دلوقتي نروح نشوف بيان درجات الحرارة ونرجع تاني لحضراتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صحيح درجات الحرارة درجة الحرارة في القاهرة 19-9 لكن خلوا بالكوا بقى عشان هنباركوا تباكلم حضراتكم على مبادرة شاتي في مصر فخلوا بالكوا بقى من الدرجات الحرارة في الغرداء وفي شرم الشيخ وفي القصر وقصوان يعني القصر وقصوان وصلت 26 درجة غرداء وشرم الشيخ ما بين 23 و24 صحيح الدنيا بتبقى بالليل برد شوية لكن الشمس بتبقى صادعة وجميلة جدا 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 برضو الناس تبقى منطمنة على الحالة الجوية لو تحب ان هي تروح وتشارك في مبادرة شاتي في مصر طبعا دلوقتي الاسعار هيينة جدا ونقدر نستمتع بكل المعالم السياحية اللي عندنا ونقدر نروح المدن الساحلية زي ما احنا عايزين ونستمتع وناخد بقى سياحة طرفيهية بتاعتنا ونكسب الناس كمان اللي عندها طبعا تضرر بشأن الكورونا اجازة ممتعة ان شاء الله لحضراتكم هكمل معاك وفقرتنا القدمية ونروح بقى للاحوال المرورية ونشوف حالة الطرق كده من خلال جوجل مابس تعالوا نشوف بقى كده الطريق شايفين حالة من السيولة المرورية في معظم الانحاء حتى لما بيبقى فيه جزء بسيط جدا بيظهر قدامنا باللون الاحمر وهو طبعا اللي بيعني كثافات مرورية بيرجع تاني لسيولة المعتادة ونحن كده بنتابع معاك وده طبيعي جدا نحن نشوف المشهد ده والخريطة بيسودها اللون الاخضر في يوم من ايام العطلة الاسبوعية ولكن يا جماعة انا برضو بقول بعض الملاحظات اللي بشوفها في الطريق الناس بقى اللي هي بتبقى ماشية بيبقى فيه زحمة مثلا على كوبري اكتوبر او اي طريق عليه زحمة يريدني يسيب مساحة شوية للدراجات البخارية انها تمر لان انا بشوف بعض السلوكيات بقى هنا النهاردة هتكلم على السيارات انا قبل كده كنت بتكلم على الدراجات البخارية الموتسيكلات يعني هما ساعات يزنقوا على العربيات وهم ماشيين او يعملوا الحركة التمويهة اللي هما بيعملوها دي فممكن يقعدوا دام العربية لكن النهاردة بقى اتكلم على السيارات ياريت ما انا بشوف بعض العربية بتزنق عليهم وهم ماشيين فياريت احنا برضو السلوكيات دي نخلي بالنا منها ونخلي بعض وإحنا على بالنا على بعض وإحنا على الطريق فان شاء الله توصلوا بألف سلامة ويبقى الطريق ميسر للجميع بإذن الله تعالوا بقى نشوف اسعار الخضار الفكهة اسعار الدهب اسعار الصرف العملات الأجنبية ومواقيد الصلاة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دايما بنتكلم انه بنسعد جدا لما نلاقي قسر من القسر بتهتم جدا بمواهب أطفالها بتحاول ان هي تدعم الفكرة عندهم بتحاول ان هي تهتم بكل ما لها علاقة بقى بالمواهب لانه معظم الأطفال دلوقتي كل همهم السوشيل ميديا عادين على الايباد بيلعبوا بلاي ستيشن الكلام ده كله بيأثر على انه تظهر مواهبهم فبنسعد جدا لما بنلاقي بقى طفل عنده مواهب كتير جدا ده اللي احنا هنشوفه مع زميلة العزيز حسام الدين رضا في هذا التقرير نصحب تمانية صبحه وتابع معنا طفل متعدد المواهب من بعد التقرير هنروح لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقرات تمانية صبحه دايتنا كالمعتاد بيأة الفقرة الإخبارية تابعونا الموضوع بدأ مع جورج من سن سنتين هو كان بيحب قوي يحفظ عواصم العالم انا كنت شفت زمان زي فيديو كده الاطفال صورين حفظين عواصم فحاولت ان انا كذا مرة اقول له يعني دي بلد كذا عصامتها ايه وطبع ساعت ما كانش فهم يعني ايه عصامة اصلا بس كنت بحفظوا اسم البلد واقوله ان فيه بلد تانية جواها صغيرة دي اهم بلد جوا فبدأت ان انا اكمل واقول له عواصم اكتر لغاية موصلنا لتقريباً تمانية وعبعين او خمسين بلد كان حافظوا هو جورج بعد يعني ما دخل المدرسة بشوية هو داخل المدرسة الصوية اكتشفت ان هو كلما يرجع من المدرسة يطلع الكراسة ويعود يحاول يكتب يتعلم في يوم جاي كاتب الحروف كلها في حاجات متشألبة هو في حاجات صح قلت له جوجوه هو انت مين اللي وراهيلك قال لي لأ انا يعني كنت بشوف الميس وهي بتكتب مثلاً الديت بتاع النهاردة التاريخ فانا كنت بيلقط الحروف فبيكتبها كده مع نفسه هو شوية وبعدين ابتدى يحاول يعرف يعني يتعلم يعمل ارقام وكده ويحاول يعني يعد يسألني مثلاً هي 100 بلاس 100 اكل ايه يحاول يعني يتعلم يعمل بلاس ومينس مع نفسه كنا ماشيين يوم بالعربية وبعد كده هو شيف الأمر لونه أحمر فبسألني بابا وليه الأمر لونه أحمر وبدأ يسألني ايه الحاجات أصلاً موجودة في السماء بدأت أقول له ده حاجة اسمها أمر واحنا موجودين على كوكب اسمه الأرض والأرض دي موجودة في حاجة اسمها الاسبيس أو موجودة في الفضاء هو الواحد بدأ يصيرش كتير قوي كل ما يفتح اليوتيوب لغاية ما هو بدأ يعرف ايه هم الكواكب الموجودة عندنا في المجموعة الشمسية ايه حاجات تسمعها كواكب أقزام كواكب وانا ما كنتش يعرفها كنت هو دخل قوي في الحتة دي وحالياً كل حاجة بيشوفها على اليوتيوب متعلقة بحاجتين يا إما الكواكب يا إما البلاد وأعلم أتفرج على حاجة جديدة كل يوم عشان أحفظ حاجة جديدة أنا أحب أتعلم الأعلام القوى القونتري والأسترويت والبلانت عدد كواكب 8 مركري، بينس، أيرس، مارس، جوبيتر، ساترن، يورنس، نابتون خمس أقزام كواكب ماكي ماكي، سيريز، بين مارسان، جوبيترياني؟ ايه؟ كان ايه؟ إيريز، بلوتو لما أقوى رحب أعايز أشتغل دكتور رجلين أسان تيتا، تيتا، رجلها وقعيها رجعنا لحضراتكم من جديد، تعالوا بقى نبدأ فقرتنا الخبرية المعتادة اللي بنستطلع فيها مجموعة الأخبار اللهمة اللي حصلت في آخر 24 ساعة أولى أخبارنا الهامة النهاردة أنه زار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر أمس الجمعة أكاديمية الشرطة وطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحداث برامج وأساليب التدريب الأمني على أعلى مستوى في العالم كما اطلع على ميدين التدريب المتنوعة بالأكاديمية خلال أداء الطلبة للطبور الصباحي وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع خلال الزيارة القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوقار الإرهابيين والخارجين عن القانون والتي تعد طبعا الأحدث بين أقرانها في أكاديميات الشرطة على مستوى الإقليمي والدولي وبالمناسبة دي طبعا بنوجه التحية والتقدير لأبناء الشرطة بنقول لهم كل سنة وإنتم طيبين اللي عيد إن شاء الله عيد الشرطة يوم 25 يناير بنقول لهم كل سنة وإنتم طيبين ودايما كده رجالة وقفين في كل مكان وحمين مصر ما بننساش أي مجهود ليكم وكمان بنوجه التحية لكل شهيد من أبناء الشرطة وده طبعا اللي حضراتكم شايفينه على الشاشة جزء من زيارة السيد الرئيس أمس طيب تعالوا ننتقل إلى خبر آخر إنه طبعا إحنا عارفين إنه في بعض الإشاعات اللي بتطلع على السوشيال ميديا وبي يعني بيرصدها المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء وبيتواصل مع الجهات المعنية وبيطلع بي الخبر الحقيقي أو اللي هو يعني بعيدا عن الشائعات الحقيقة من الأخبار اللي انتشرت شائعات إنه حيتم تقليل أو تقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية لـ 26 جنيه الإشاعة دي انتشرت على السوشيال ميديا وتواصل طبعا المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي ونفت تلك الأنباء تماما وأكدت إنه لا صحة لتقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية لـ 26 جنيه وأوضحت كمان إنه قيمة الدعم النقد بكل برامج الحماية الاجتماعية زي ما هي دون انتقاص وأشارت إلى زيادة كمان مخصصات الدعم النقد للأسر الأولى بالرعاية تكافل وكرامة الضمان الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2.7% لتصل إلى 19 مليار جنيه عام 2020 و2021 مقارنة بـ 18.5 مليار جنيه خلال عام 2019 و2020 تعالوا نتابع البيان اليومي لوزارة الصحة الخاص بكورونا ووضع بقى كورونا في مصر أعلنت الوزارة أمس عن خروج 432 متعافي من فيروس كورونا من مستشفيات العزل وده بعد تلقهم الرعاية والعلاج طبقاً لإرشادات ونظمة الصحة العالمية طيب أعداد المتعافين دلوقتي في مصر وصلوا الكام 125 ألف شخص و603 مبارح تم تسجيل 748 حالة جديدة من فيروس كورونا وبكده وصل أعداد المصابين إجمالي منذ بداية الأزمة اللي هو كان في شهر مارس 2020 160 463 شخص بالنسبة للوفيات 52 حالة وفاة جديدة أمس وارتفع كده أعداد الوفيات لـ 8853 طبعاً بنوجه التعايزي لكل الأسر اللي فقدوا حد من ذويهم بسبب فيروس كورونا وبنتمنى طبعاً الشفاء العاجل للجميع وندعي يا رب كده يعني يحمي أهالينا من هذا الفيروس طيب بمناسبة بقى كورونا طبعاً الأسئلة كل يوم بتزيد عن موضوع الكورونا وفي حاجات بنبعيزين نعرف عنها معلومات أكتر ومن المعلومات اللي لقينا أنه الناس بتسأل فيها أكتر فكرة التعافي هل المتعافي بعد كام يوم بيفقد أو بنقول عليه مش بيفقد يعني مش بيعدي الناس اللي حواليه فيه دراسات بتقول أنه بعد 14 يوم حتى لو الفيروس في جسمه ممكن ما يعديش فيه ناس تقول لا نسبة العدوى موجودة وفرص العدوى موجودة طيب لأي مدى أن المتعافي ياخد الأدوية بعد العلاج كده كده إحنا بنقول دايماً أنه أنت بتتابع مع طبيب يعني أي مريض من فيروس كورونا بيتابع مع الطبيب بس إحنا برضو عايزين نوعي الناس أكتر من خلال طبعاً ضيفي الكريم دلوقتي اللي معانا الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة صباح الخير على حضرتك يا دكتور صباح الخير على السيادة المشاهدين صباح النور على حضرتك يا دكتور في البداية دكتور 14 يوم هم الفترة حضانة الفيروس في الجسم ودي الفترة اللي هي بيقوله النسبة الوسط لتعافي المريض صح ولا فيه نسبة أكتر فيه بعض الأصدقاء بلاقيهم بيوصل الفيروس في جسمهم لغاية 30 يوم و35 يوم رغم أن لا بيشعر بأعراض بقى اختفت من عنده ويقال في بعض الدراسات أنه ما بقاش كده معدي حتى لو الفيروس فضل في جسمه بعد الـ 14 يوم هل دي معلومات صحيحة ولا غير دقيقة؟ كمان هم ديف حاجة إحنا جالنا أفضل جديد من نظمة الصحة العالمية أن الشخص الإيجابي بدون أية أعراض يبقى عزله لمدة 10 أيام بشرط أن آخر 3 أيام ما عندوش أية أعراض يعني آخر 3 أيام من العشر أيام ما فيه السخونية ما فيهش أعراض برد ما فيهش أعراض كحة كده فترة عزل تبقى عشر أيام اللي هو الشخص المصاب ولكن بدون أية أعراض ده عزله مش 14 يوم كمان ده بيبقى عزله عشر أيام بس وبيفك العزل حتى لو هو لسه ما تفضل إيجابية بشرط أن آخر 3 أيام في العشر أيام ما عندوش أي أعراض ظاهرة يعني المسحة تبقى إيجابية وينزل عادي حتى لو بعد العشر أيام إحنا في حالات إنه هو خلاص الشخص عد عليه العشر أيام اللي هو بدون أعراض أو الشخص اللي كان عنده أعراض عد عليه الـ 14 يوم وبردو الآخر 3 أيام ما عندوش أعراض نهاية يعني إحنا قلنا في نوعين واحد عنده كورونا من غير أعراض خالف ده عشر أيام بيفك العزل بتاعه طب واحد عنده كورونا بأعراض اللي عنده أعراض ده بيستمر 14 يوم حتى زوال الأعراض بشرط أن آخر 3 أيام ما عندوش بيفك العزل دون لجوء لعمل مسحة تأكيدية هو خلاص كده متعافي حتى لأن إحنا عندنا ناس بتظل المسحة إيجابية لمدة شهر ويبقى ده بقايا فيروس ريني فيروس وتتظل إيجابية وهو متعافي وخلاص ما عندوش بيعدي يا دكتور ده ده بيعدي الشخص اللي هو عد عليه إزبعونه ما عندوش أي أعراض ده شخص المعدي بيمارس حياته طبيعية حتى لو المسحة اتأخرت في تحولها من إيجابي سلبي بعض الدراسات قالت تأخر المسحة ده فيما يسمى بقايا فيروس في الحل ده لسه بتدي مؤشرات إيجابية لأهم حاجة عندي هو مرور الأربعة عشر يوم للشخص اللي كانت عنده أعراض بسيطة آخر تلات أيام ما عندوش أي أعراض ده بيفك العز بيبقى إنسان طبيعي لكن إحنا بتقبلنا بعض المشاكل بعد الأربعة عشر يوم فيه تلاتين في الماء من الحالات اللي هما ما يسمى متلازمة ما بعد التعافي بيبقى الشخص غير معدي ولكنه عنده بعض الأعراض اللي هي بنسميها ما بعد التعافي بيجي له ألام في العصر ألام في الصد بعض الكحة صعوبة في التنافس بسيطة وده اللي بننصحه إنه هو يستشير طبيبه اللي يفضل يستمر على أدوية إيم البرتكول بعد التعافي لفترة قدي ولكن هذا الشخص برضو مش معدي عايزة أسأل حركة سؤال عشان برضو نوضح أكتر للسادة المشاهدين في جميع الأحوال سواء عليه أعراض أو لم تظهر عليه أعراض بعد الاربعتاشر يوم هو الفيروس بمش معدي صح كده؟ بشرط بشرط إنه آخر 3 يام ما فيش أعراض عزله ما فيش أية أعراض هو شخص متعافي تماما طب دكتور ما هو الفيروس الناس هتسأل ما هو الفيروس لسه موجود في الجسم والتحاليل بتقول والمسحة بتقول إيجابي فمعنى إنه موجود في الجسم ما ده معنى إنه ممكن ينشط تاني ويهاجم صاحبه ويبقى معدي إحنا الشخص اللي هو تعافيه ومعندوش أعراض وعد عليه 15 يوم حتى لو إحنا بعد ما نعمل له المسحة بنلاقيها إيجابية ده بعد تقول إيجابيتها لا تعني نشاطها هذا الفيروس لأنه بيبقى لسه في بقايا في حلقه ده ميت فيروس ميت غير نشط ولا يسبب أي عدوى ده في شرط زي ما إحنا قلنا اللي هو مروره للـ 17 يوم ومعندوش أي أعراض ظاهرة ده بيثق حتى لو ما سفته لسه ما تحولتش من إيجابة دي سلب لا يكون معدية ده كل الدراسات يا دكتور أجمعت على ذلك ولا بعض الدراسات قالت ذلك كل الدراسات إن إحنا قلنا النوعين قلنا الشخص اللي مجرأ أعراض خالص عشر تيام وما بيلجأش إن إحنا نقوله عيد المسحة والشخص اللي عنده أعراض بسيطة 14 يوم بشرط إنه هو آخر ثلاث تيام ما فيش أعراض ده بيفك عزله وبيبقى شخص غير معدي تماما طيب بالنسبة للأدوية بقى يا دكتور لو هو تعافى وما فيش أعراض بس الفيروس لسه هنقول إيجابي ده اللي هنتكلم عنه إنه السلب خلاص هو تعافى والنتيجة ظهرت سلب لأ اللي لسه فيه إيجابي ياخد الأدوية ومعروهش أعراض ولا ما ياخدهاش هو أصلا الشخص الإيجابي اللي هو أصلا في بداية البروتوكول هو ما عندهش أعراض هو ما بياخدش إلا مجموعة الفيتامين وبيتابع أعراضه مع الدكتور مش شرط كمان بعد مر العشر تيام من خمش يوم يعني شخص مثلا هو مصادفة مسافة فردا وجيه يعمل المسحة قبل السفر لا نفسه أو زي لها التكورة لا نفسه إيجابي وهو أصلا بدون أعراض ده احنا منعزله فترة حضانة الفيروس فقط لغير عدى فترة الحضانة وهو ما ظهرش على أعراضه هو بفك عزله ولا داعي إنه ياخد أي بروتوكولات سواء إن الطبيب وصف له بعض الفيتامينات أو المتابعة فقط لغير غير ذلك من لا يداعي لأخذ أي شيء من البروتوكولات طالما هو ما عندهش أي أعراض للفيروس أخيرا برضو الشخص ده يفضل يلتزم بالإجراءات الاحترازية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي زي وزي أي حد عشان الكلام ده ممكن يقول لهم خلاص أنا مقيتش معدي فلا برضو نوجه يا دكتور معلش النصيحة إنه في جميع الأحوال حترتدي الكمامة ويتلتزم بالإجراءات الاحترازية اللي خف من كورونا حتى لو مسحته سلبية أو اللي ما خفش ولسه المسحة إيجابية أو اللي خفه عدى لخمشة يوم كلنا ملتزمين بالكمامة لأن إحنا ما عنديش دراسات لحد الوقت الشخص ده بيكون أكثر مضادة بتحميه فترة قد إيه وهو حتى المتعافي هم ملتزمون بالكورونا حتى لو ملتزمون بالكمامات حتى بعد التعافي حتى بعد المسحة لأن ما بديديش ما عندناش تقارير هو هيديله حماية قد إيه هيديله مناعة إحنا ناس أصيبت في الموجة الأولى وفي الموجة التانية ناس أصيبت في فترات متقربة جدا الحد دلوقت الحل هو الكمامة سواء لشخص متعاف أو شخص تحول إلى سلب أو شخص مصاب المنع للعدوى هي الكمامة الكمامة لا تزال هي الأساس لكل المتعافون وكل المصابون أنا بشكر حضرتك كتير جدا الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة دي كانت بعض المعلومات اللي يعني طلعنا عليها الدكتور أمجد عن موضوع التعافي والمساحات في موضوع طبعا كورونا طيب تعالنا ننتقل إلى شأن آخر إنه لقينا الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا بعض الناس بتقول إنه فيه أشخاص بيكلموهم في التليفون ويقولولهم إنه هم شركات تبعة لشركات التقصيد ومش عارفة إيه فعايزين بيانتك الخاصة المتعلقة بالحسابات البنكية والبطاقة بتاعتك علشان خاطر إنه إحنا نبتدي نساعدك إنك إنت تشارك في العرض الفلاني وتبتدي تقصة المنتج الفلاني طيب مين إزاي نتعامل في الموضوع ده وهل إيه بقى يعني إزاي نحمي حساباتنا البنكية خاصة دلوقتي برضو بقى التعامل كله عن بعد لإنه ده الظروف اللي أكبرتنا على ذلك تعالوا نعرف ده من ضيفي الكريم الدكتور وليد جبالة الخبير الاقتصادي في هذا الشأن صباح الخير على حضرتك يا دكتور خير يا سيد داليا صباح النور على حضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك إزاي سؤال كده هو المين إزاي أحمي حساباتي البنكية خلينا في البداية عايزين نقول إن احنا أمام مواقع إلكتروني عالمي العالم كله بيتحاول إلى المعلوماتية والميكانة والعمل الإلكتروني يكون هناك قيمة مادية يمكن السطو عليها بصورة يدوية مع المقود العادية فبطبيعة الحال إذا تحولت القيمة إلى قيمة إلكترونية فهيكون هناك محاولات الهجمات السبرانية المتعلقة أو الهجمات المعلوماتية على المعلومات بما فيها من معلومات مالية بتكلف العالم خسائر بنحو 2 تريليون دولار كل سنة هناك انفاق بيصل إلى 180 مليار دولار على الأمن السبراني هناك أعدة أدوار هناك أدوار للدولة أدوار للجهاز المصرفي أدوار للشخص خليني أبدأ من الآخر زي محاضراتك ذكرت أنا كشخص أعمل إيه والحقيقة أنا مش مطلوب مني غير حاجات بسيطة جدا أنا مطلوب مني فقط أن أحافظ على البسوردات اللي عندي يعني أنا لما حدي بيتصل علي أو بيبعات لي رسالة حتى ولو كان البنك حتى لو كان شخص يدعي أنه من البنك اللي أنا بتعامل معاه لازم أكون حاذر جدا وأتأكد مش أي حد يتصل علي يقول لي أنا من شركة اتصالات محتاج بياناتك أو محتاج من البنك بتاعك لا مفيش منع عبد أن أقول له حاضر أنا هتتصل بيك وعندي بيانات البنك أو الشركات اللي أنا بتعامل معها وأنا اللي اتصل أقول لهم أنا اتصل بي بلان ده موجود ولا مش موجود لأن هم بيأخذوا هذه البيانات وبعد كده بيتعاملوا معها وفعلا بيقوموا بعمليات سطو إلكتروني أنا كشخص أيضا يعني خلينا نوه لبعض أهلينا القبار اللي من الممكن أن يذهب إلى مكينة الـ ATM عشان يخلي حد ياخذ البطاقة علشان يصرف له المعاش أو كده طبعا ده سلوك يعني هو أنت كده بتقول له على البصور بتخلي فكرة السطو عليك هي مش بقيله غير البطاقة اللي هو أنت لو مشيت بعد كده أو حد حصل منك على البطاقة أو أحياناً بتبقى في مشاكل أنك بتدي حد البطاقة بطلك التصرفات دي نتصور أن احنا خلاص خدنا على مكينة الـ ATM سواء كنا كبار أو صغيرين لازم نقوم بها بنفسنا فكرة الأمن السبراني الأمن المعلوماتي والأمن اللي بيكفل لحماية معلوماتي وأموالي أنا كشخص مبدأه ونهايته بالنسبة لي الحفاظ على الأرقام السرية اللي موجودة عندي طب الـ Online Shopping يا دكتور دلوقتي كل السيدات تحديداً وكلنا وحتى وكرجال كلنا دلوقتي بندخل الكريديت كارد بتاعنا والرقم بتاعنا عشان خاطر خلاص بنشتري Online دائما دا خطورته ومجبرين برضو وإزاي أحمي برضو الحساب بتاعي في البنك هو طبعاً المسألة دي فقى خطورة جداً ويعني هناك هاكرز كتير بيحاولوا يشتغلوا عليها ولكن أنا بدعوا أنا بدعوا الناس أن يكون عنده يعني الناس المتعودة عليها الشراء الإلكتروني ممكن يكون عنده بطاقتين خلي البطاقة اللي أنت بتتعامل بها على الشراء الإلكتروني يكون فيها مبلغ صغير باستمرار ما يكونش فيها مبلغ كبير يعني أحنا عارفين أن إحنا حساباتنا إما ممكن تكون ودائع ودي بعيدة تماماً عن الشراء الإلكتروني وإنما لو اضطريت أن يكون عندي مبالغ في بطاقة الدفع الإلكتروني يكون عندي بطاقتين البطاقة اللي بتعامل بها على الإنترنت بيكون فيها مبالغ محدودة أنا بشكر حضرتك الدكتور وليد جبالة الخبير الاقتصادي طبعاً بننصح أنه لازم ناخد بالنا من هذه الأشياء لأنه أسهل حاجة دلوقتي بندخل رقم الكرت وعلى طول نشتري أونلاين أونلاين وفجأة ممكن تلاقي واقع قدام كارثة فخلي بالكم دي نصيحة حلوة قوي أن أنت عندك كارثين واحد لمبلغ صغير والتاني للمبلغ الكبير عشان لو لا قدر الله حصل أي حاجة تبقى أنت برضو الخسائر مش كبيرة تعالوا نروح لفيها حاجة حلوة النهاردة فيها حاجة حلوة عن قصة نجاح وإرادة وعزيمة خلت الطفل أحمد اللي مصاب أو كان مصاب بمتلازمة التوحد إلى الدكتور أحمد اللي بيعلم أبناء الصعيد الدكتور أحمد مهران كان طفل مصاب بتلعثم في الكلام مشكلات صحية في العظام طبعا دي كانت بتعيقه على الحركة بشكل طبيعي ولكن دلوقتي هو بقى من أشهر مصممي برامج التعليم في الصعيد وكمان حبه بقى لبعض المواد الرياضيات والفيزياء والعلوم في مراحل التعليمية المختلفة خلاه يسمى ويلقى بمهران المتوحد الغريب دخل كلية الصيدلة جمعة سهاج وخلال الدراسة دي قدر إنه هو يحل مشكلات كتيرة جدا ويساعد ناس كتيرة جدا وصمم أربع أنظمة للتعليم مبتكرة وحديثة في الصعيد ومحافظات مصر المختلفة وعام 2017 وحتى الآن هو صمم هذه الطرق الجديدة ويطبقها على ناس كتيرة جدا ودرب حوالي 6000 شخص طبعا بعدد ساعات تدريبية وصلت ل 1600 ساعة تدريبية في محافظات مصر المختلفة كمان هو أسس مبادرة أن البطل علشان يطور التعليم في الصعيد معانا دلوقتي البطل أحمد أو الدكتور أحمد مهران طبيب صيدلي والحقيقة بيدينا درس أن الإعاقة مش إعاقة جسدية ولا إعاقة فكرة أنه حاجة تعوقه عن شيء لا بالعكس هو يعني تحدى نفسه وتحدى المجتمع وبقى الدكتور أحمد صباح الفل عليك يا دكتور صباح الفل إيه الأخبار حضرتك؟ تمامي الحمد لله بخير يا عليك بخير رب إن شاء الله احكيلي كده بقى مسيرة نجاحك دي اللي هي مسيرة ملهمة الحقيقة لكثير من الناس علشان يتعلموا منها قد إيه الواحد إن هو ما يقفش قدام أي عرقيل تقف قدامه طيب هو أنا موليد سهاج بقى في السعيد فأنا تولدت بشيات مشاكل البسيطة جدا كده فإن أنا ما كنتش باجتماعي قوي ما كنتش عارفة أتكلم مع الناس برضو في كدنا تولدت بشيات مشاكل صحية فإن أنا كان عندي ناصة كاسعة في العظام فكتبة كسر كتير فده خلاني كده أخذ جنب شوية وأكتبه أكتر لفكر إن أنا أعود مع نفسي أكتر الفترة دي فمحكي إن أنا بدأ أتعرف على نفسي أتعرف إيه المهارة اللي أنا شاطر فيها إيه الحاجة اللي ممكن أتخدمها كنقات قوة بشخصيتي بدأت أكتشف إن أنا شاطر جدا في الدراسة وإن أنا بأفهم بسرعة وبحفظ بشكل بمعدل كان غريب حتى بالنسبة للمدرسين اللي كانوا بيسمعوني أو بيشوف الحاجة دي مني بعملها إزايك وقت وليل فيعني ربا دارت النفعة زي ما بنقول حاجة ما كانتش كويسة بالنسبة لي وبالنسبة للناس كتير تحولت إلى مصدر قوة ساعدتني فعلا إن أنا أكون شاطر في مجال التعليم وقدر بعيكا إن أنا أتخصص فيه بشكل كبير جدا وقدر إن أنا أعمل فيه أفكار الحمد لله رب العالمين لحد دلوقتي بتساعد طلبة كتير جدا في إن هما يكون لهم اختيارات متعددة في إن هما يتعلموا بشكل جديد ومختلف عن نظام التعليم الحالي اللي أنا أتعود تعالي بقى من زمان جدا من سنين الطلبة بتوعك طلبة يعني عاديين ولا برضو طلبة من ذوي القدرات الخاصة إحنا الريدي بنشتغل حاليا على الطلبة العاديين اللي هما طلبة أقل من 18 سنة وطلبة الجامعة والخرجين ومما بعد مرحب التخرج ولكن عندنا بروغرامز معينة للطلبة دهو الاحتجاجات الخاصة لإن دول برضو شريحة مش قليلة بالمجتمع وكان لازم إن أنا رائعي وكان لازم إن أنا أحضوهم في الاعتبار لإن هما لهم حق علينا كلنا لازم نشتغل عليهم ونحاول ندور منهم فهم لا محظوظين في الأجندة بتاعتنا عشان خاطر إن شاء الله بإذن الله نقدر كمان نساعدهم زي ما بنساعد بقى الضلبة عني خاصة أنا بشكرك جداً جداً يا دكتور أحمد مهران شاب جميل جداً 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 ولك التحية في ذلك وكمل على مشوارك اللي إنت عملته ممكن يكون شباب كتير جداً ما فكروش فيه ولكن إنت خلقت من محنتك منحة ليك وللجميع طيب تعالوا دلوقتي بقى نروح لكواليس الفن والرياضة ونرجع تليني لحضراتكم بتسو موسماني المدير الفني للنادي الأهلي أعرب عن عدم رضاه من مستوى أحمد رمضان بيكهام صفقة الفريق الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية نادي الزمالك فتحوا خطوط اتصالات جديدة مع نادي أمبي للتفاوض على أسامة جلال مدافع الفريق البترولي بناء على رغبة باتشيكو المدير الفني للفريق مجلس إدارة النادي الإسماعيل يستعد لعقد جلسة مع إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة خلال ساعات من أجل حل أزمة غلق القيد عن الترويش محمد مصالحي رئيس نادي الاتحاد السكندري اشترط تتحسن نتائج الفريق الكروي الأول في الدور الممتاز للإفراج عن مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة علي ماهر المدير الفني للنادي المصري البرسعيدي طلب التعاقد مع صفقتين في يناير الجاري لتدعيم خط هجوم وخط وسط الفريق قبل غلق باب القيد قرر منظم مهرجان جلاستونيبري الموسيقي في بريطانيا إلغاء المهرجان للعام الثاني على التوالي بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا كوفيد ناينتي يسعى النجم العالمي ملومة للهروب من ضغوط الحياة وجدول أعماله المزدحم دائما وقضاء وقت ممتع على طريقته الخاصة وفاجأ النجم العالمي ملومة جمهوره بالكشف عن عدد من صور ممارسته لهوايته المفضلة وهي التزلج على الجالي جيبة موعدنا الأسبوعي مع فقرة أهالينا في الخارج اللي دايما بنتواصل بيها مع أبناء المصريين من الجاليات اللي عايشين برا إن احنا نلقي الضوء على إنجازاتهم لأن من حقهم إن احنا دايما نتواصل معاهم والمصريين يعرفوا إن احنا عندنا أبناء برا بيعملوا إنجازات وبيرفعوا عالم بلدهم برا وهم كمان يتواصلوا مع الوطن الأم بشكل مباشر النهاردة حنطير لألمانيا بقى معانا ياسمين ياسمين عندها 11 سنة بطل السباحة مصرية أبهارة الألمان هقول لحضراتكم أنا عايز أقول لكم إنه يعني معايا كده كلام كتير قوي 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 عن الإنجازات اللي عملتها من وهي عندها 7 سنين لغاية 11 سنة ولكن أنا حقول لكم جزء كده صغير حصلت على مراكز أولى في بطلات كتيرة جدا في ألمانيا كمان حصلت على التصنيف في اتحاد الألماني في المركز التاني على مستوى ألمانيا في 2019 وأبهرت الألمان وعملت إنجازات كبيرة جدا تعالوا نعرف تفاصيل ياسمين هلال عبد الرحمن وبرضو عايز أرحب بي والدها وبالمناسبة والدها يعني هو يعني متخصص في تنمية قدرات الأطفال نعرف منه إزاي دعم ياسمين في إنها تطلع بطلة مصرية يعني كلنا نفخر بيها في ألمانيا وإن شاء الله في العالم صباح الفل عليك يا ياسمين وصباح الفل على حضرتك أستاذ هلال طيب أستاذ هلال حستأزم بس حضرتك توطي التلفزيون علشان حريك تسمعني ما يبقاش في ديلي عايز أقول لكم كمان إنها حصلت على الغاية من الأستاذ هلال يرجع على المركز التاني لمنطقة شمال ألمانيا للسباحة القصيرة لأحواض الخمسين متر المفتوحة والمركز الأول في البطولة الدولية لدول شمال أوروبا يعني عاملة الحقيقة إنجاز كبير جدا جدا ياسمين وهي صغنانة كده 11 سنة وهي موليد 2010 الحقيقة ببقى فرحانة قوي بالفقرة دي لأنه ببقى فيها معنى فكرة إن إحنا نتواصل مع أبنائنا إنه دايما الطفل اللي هو من الجيل التاني والتالت يبقى عارف إنه بلده الأم متواصلة معاه وفرحانة بي ويرجع لها تاني ودايما يفيد بلده الأم بأي إنجاز هو بيعمله إن إحنا يبقى عندنا طفلة صغيرة وده لأنا حريصة دايما أعمله كل أسبوع إن أنا أدور على الأطفال في أنحاء العالم كله اللي بيعمله إنجازات إنه أعرف الطفل ده إنه إمتا عملت حاجة حلوة قوي لبلدك إنت مش لوحدك طيب أستاذ هلال معنا طيب أستاذ هلال صباح الفل صباح الفل يا فندي هو بداية قبل ما نبدأ بنهني ممكن حضرتك بس تتوطي التلفزيون عشان تسمعني أي وقت دا يا فندي اتفضل بداية إحنا بنوجه التحية للشرطة المصرية في عيدهم وسعداء جدا بوجود جهاز زي دوت بيحمينا لما بننزل ممصر وبنشعر بالأمان بالنسبة لياسمين عملية إعداد الأبطال بتستدعي جهد كبير جدا وهو بروسس كبير ابتدت ياسمين فيه من خمس سنين جهد كبير جدا تبزل بلان كانت محطوطة للتدريبات بلان كانت محطوطة للمدرسة التوفيق بين المواعيد المختلفة هي بتشاور ليه ياسمين بس هقطع حضرتك هستأذنك ياسمين صباح الفل هي عمالها تشاور نعم ياسمين صباح الخير صباح الخير عاملة إيه الحمد لله قوليلي يا ياسمين أنت إيه إحساسك لما بتخش بطولة وتطلعي مركز أول أو تاني وأنك أنت بيقولوا أن أنت مصرية إيه إحساسك بقى لما بترفعي عالم بلد كبير سعيدة سعيدة أنت ما بتتكلميش عربي يا ياسمين سعيدة بتقول لحضرتك سعيدة بتكون سعيدة جدا لما ترفع اسم مصر في أي محفل من المحافل أو في أي بطولة من البطولات وبتكون سعيدة جدا وبتكون سعيدة جدا إنها بتكون سعيدة جدا إن هي بتمثل مصر في البطولة طب حضرتك بتنزل بيها مصر كل قد إيه باعشان تتواصل مع أهلها إحنا تقريبا بننزل كل سنة إحنا كل سنة بننزل مصر وما بنسبش أي فرصة اللي نقدر فيها من إحنا نزور مصر بننزل فيها على طول مصر بتجري حضرتك في عرقنا وعرق الأولاد يعني لما بتأخر وما ننزلش مصر الأولاد بقول يا بابا إحنا هننزل مصر إمتى أنا بحي حضرتك ودايما حضرتك يعني خليهم متربطين أو يعني مع الوطن الأم مع أهلهم لأنه ده مهم جدا جدا في الأول في الآخر هما ملهمش غيرنا وملهمش غير وطنهم فأنا مبسوطة وبحي حضرتك على هذا المجهود ووعيدني أول ما تنزلوا مصر تواصلوا معايا وتيجي ياسمين هنا في الستوديو ده حقها ودايما تواصل معايا يا ياسمين بأي إنجاز حقك أن احنا نظهره أمام المصريين كلمة أخيرة لحضرتك اتفضل طبعا يا فندب احنا ياسمين في الفترة في الفترة اللي هي مرست فيها السباحة ودخول البطولات انتقلت فيها انتقال يعني ملحوظ من خلال بدأت بالمركز الأخير سنة 2017 وبعدين سنة 2018 حصلت على المركز الثاني على مستوى المقاطعة والمركز الثاني على مستوى منطقة الشمال ودخلت في تصنيف الاتحاد الألماني واستطاعت أن هي في المتين متر صدر أن هي تخصل على التصنيف نمرة واحد في ألمانيا عملت إعداد البطولات ده مشوار طويل مش يوم أو اتنين أو ساعة أو اتنين ده برنامج طويل بيشارك فيه الأبوين الأب والأم بيشاركوا فيه وتجهل الماماتها التحية وبيكون فيه تعاون بيكون فيه تعاون بين الاتنين في أعداد وتنمية مهارات الأطفال وأنا بحي حضرتك يا أستاذ هلال وبحي مامتها وبشكر ياسمين طبعا بشكر حضرتك جدا جدا أستاذ هلال عبد الرحمن والد ياسمين البطلة اللي احنا فرحانين بيها جدا وفخورين بيها وبنشكر ياسمين وكمل يا ياسمين احنا معاك ومدعمك ووراكي زي ما احنا كده دايما بنشجع كل أبطالنا ما بنشجع محمد صلاح وبنشجع منتخب كرة اليد لما بيشرفونا أمام العالم كله برضو هنشجعكم كأطفال صغيرين لأن انتوا اللي جاي وانتوا اللي هتفرحونا فبشكرك جدا جدا أستاذ هلال عبد الرحمن والد ياسمين هلال نرجع بقى تاني نروح بقى دلوقتي اللي فاصل وبعد الفاصل انتظروا بقى فقرات تمانية الصبح وانشاء الله انتظروا فقرة النهاردة عن موضوع يعني مبادرة معمولة بلا غرق انه ازاي ان احنا نعوم في الشواطئ بدون أخطار ومخاطر وبعد كده برضو هيكون قولة فقراتنا عن طبعا بقى تحليل لمباراة كرة اليد مبارح اللي طبعا فرحونا بها أفطال كرة اليد ان شاء الله انتظرونا بعد الفاصل 35-26 نتيجة فوز منتخبنا الوطني بالأمس على منتخب بيلاروسيا فوز جديد بيضاف إلى خزائن منتخب مصر الحمد لله وده اللي بيذكره التاريخ لكن اللي همنا أكتر دلوقتي اللي احنا نشوف القادر من نسبة لنا ايه وانا النهاردة كنت بكلم مع حضراتكو في الانترو بكلم يا جماعة احنا محتاجين نركز قوي ولا نفرد في الفرحة قبل مباراة سلوفينيا لانه حسابات المجموعة معاقدة هاشرح لحضراتكو ليه مع ضيف العزيز النهاردة وهو ملك من ملوك الدفاع في كرة اليد المصرية صاحب الرئات الثلاث وهي الكلمة الشهيرة طبعا لكابتننا كبير كابتن ميمي الشربيني صاحب الرئات الثلاث اللي هو يعني بيدي عطاء كبير جدا في الملعب عنده ليقى بدنية عالية بيلعب مش عايزة اقول جوكر ولكن هو مركزه الاساسي هو الدفاع دفاع منتخب مصر دفاع نادي الزمالك ومنها بعد ما خلص يعني اللعب وفترة انه هو كان لعب في المنتخب وفي نادي الزمالك بيدرب الان في نادي الزمالك ايضا نجمينا النهاردة هو كابتن ايهاب محسن نجم مصر وازمالك السابق في كرة اليد اهلا بك يا كابتن نورنا صباح الخير الف الف مبروك لمنتخبنا من الحاجات اللي سعدتني قوي مبارح انه كل المنتخب كل اللقاءات اللي اتعاملت مع اللعيبة حاسة ان هم عندهم جملة واحدة وبتتكرر عندهم احنا خلاص فرحنا هنقلب الصفحة للمرش اللي جاي ما بيفرطوش في الفرح عارفين ان فيه هدف وهم عازمين عليه واضح ده قوي من الاداء من اللياقة من التركيز في المرعب واضح من المدير الفني وده اللي احنا بنشوفه وبنجني ثماره بقى فيه النتيجة النهائية الحمد لله تعقبك ايه على مباراة البرح والاداء اللي احنا ظهرنا والله المنتخب ماشي بخطة سابتة جدا من بداية المجموعة حتى ماتش شيري بس هو كان واضح ان العيبة ما كانتش مركزة في ماتش لضعف الماتش حتى كان بيانا على مدير الفني بداية مباراة تخص مع ماتش مباراة شيري حمد البداية برضو يا كبتر اه ورسيات الرئيس كان موجود في الماتش الافتتاح ده اكيد برضو كان عمل لهم رهبة شوية ولكن ماتش شيري ما كانتش مكياسة خالص بعد كده بدأ انه ماتش مكدونيا اداء هيل طبعا وذكور عالي جدا بعد كده ماتش السويد ماتش لو اتعاد مئة مرة كنا مفروض نكسب لبعض الاخطاء البسيطة جدا يعني مش عايز اتكلم عن التحكيم بس كان فيه اخطاء واضحة شوية للتحكيم بعد كده بدأنا للراوند التاني والاهم بدأنا ماتش روسيا طبعا برضو اداء متوازن جدا دفاع وهجوم خلينا برضو نقول ان المدرب يعني مش نقول تعلم طبعا بس هو فيش حد ما بيغضش في الدنيا هو مدرب طبعا هيل ولا غبار عليه ولكن هو ماتش السويد خطأ خطأ كبير شوية في الموضوع عدم الروتيشن الناس كانت بتتكلم عليه بس هو ده فعلا كان واضح جدا في ماتش السويد خاصة شروط التاني بس احنا استوعبنا درس السويد بزبط كويس انهو جي في التوقيت ده بالزبط 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 ماتش روسيا عمل الروتيشن ما قدرش منتخب روسي يجارينا في المباراة من اولها الاخيرة نفس الكلام مباراة تمبارح عمل الروتيشن مزبوط ما يحدش قدر يجارينا في المباراة خالص فنتمنى ان منتخب يكمل على كده مايس سوليفينيا طبعا عنق زوكيجا ممكن يوصلك اول مجموعة ولو وصلت اول مجموعة بالنسبة كبيرة ان شاء الله تقدر تتخطى كرواتيا وتوصل للسيمة فينا نتمنى يعني لو احنا طلعنا طبعا اول مجموعة هنلاعب كرواتيا لانه المرجح دلوقتي انه الدنمارك هتبقى اول مجموعة مرجح لكن محدش على الارض الواقع لسه ما لعبوش ويستنى الجولة الثالثة سواء هنا او هنا بس خبلك الدنمارك ما لعبتش حد جامل لحد دلوقتي هي منتخب طبعا تييلو وحامل لقب بطولة العالم ولكن لحد النهاردة هو منتخب الدنمارك ما لعبش ولا فرق اوروبية كل الفرع اللي بيقابلها من اسيا وامريكا الجنوبية لسه هيلعب اخر راود عنده هيلعب منتخب كرواتيا ده هيبين برضو بس اكيد منتخب الدنمارك بس هيكشف اوراقه برضو اكيد مفيش اوراق تستخبى كل المنتخبات عارفة كل النقاط الضعف ونقاط القوة بس اللي فيصل في الاخر مين اللي فيق جوه المباروة نفسها مين اللي هيقدر ينفذ تعليمات المدير الفني كل المدير الفني بيحضر كويسه بيحضر لعبته وبيقول لهم عن نقاط القوة والضعف ولكن في الاخر مين اللي بينفذ اللعيبة اللي بتنفذ وبينفذ بنسبة كان في المئة من كلام المدير الفني هو ده اللي بيرجح كافة المنتخب اللي هيقدر يكسر شفت ماتش السويد وسلوفيديا مبارح 28 اول اتنين تعادل هل الاول انت كنت متوقع النتيجة دي؟ ده انا كنت مش متوقع النتيجة ان الماتش الفرقتين ايكول في حاجات كتير قوي الماتش كان جوه الملعب يعني مفيش كافة فرقة من الاتنين ارجح كنت اتمنى فوز سولفينيا عشان لو كنا ان شاء الله بكرة نكسب او يعني او بكرة نكسب سولفينيا كنا بقينا اول مرتاح لكن انت النهاردة بعد النتيجة دي ممكن تكسب سولفينيا وبرده ما تطلعش اول وبرده ما تطلعش اول اه سويد لو كسبت روسيا تبا هي اول احنا بالوقتي مصر 6 والسويد 6 اه لتحد الروسي 5 سلوفينيا 5 بلا روسيا 2 ومقدونيا بلا روسيا ومقدونيا برا للعبة خلص اه لكن في ناس ممكن تدخل في اللعبة اه الاربعة دول موجودين مصر سويد سولفينيا روسيا بغض النظر على التقدم اه طبعا خلد انت النهاردة لا تقدر الله لا تقدر الله لو ما حصلش نصيب وما كسبتش ماتش سولفينيا ايه انت قوت اه يعني انت لازم تكسب ماتش سولفينيا بس احنا عندنا فرصة للتعادل اه بالزبط ولكن احنا معنا ناش فرصة للخسارة 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 بفاش خلص بالزبط عشان كنا احنا بنركز على ماتش سلوفينيا بالزبط بما انك بقى مالك من ملوك الدفاع في مندخب مصر وفي نادي الزمالك لازم متوقف معاك عند نقطة الدفاع سلوفينيا لما شفناها مبارح قدام منتخب السويد كان عندها تميز فيه كان عندها لاعب الدايرة مميز كان عندها البكليفت بتاعها مميز جدا ازاي الدفاع المصري هيتعامل واحنا طبعا لازم واحنا منتكلم على الدفاع المصري لازم نشيد بدفاعنا رغم انه انا مش عايز اقول هم الجنود المجهولين لكن ابراهيم المصري مبارح كان فاق قوي كان متقلق قوي ليقى بدنية عالية جدا ما شاء الله وهو معود برضو بالاستبعدات وكل حاجة وده مصير اي حد بيلعب فيه الدفاع لكن حتى في الكورة اللي وقعت من اللاعب بتاع بيلاروسيا هو كان فاق والتقتها وراح لعبها في الجول وكان امتي جول وقتها كان المار مفاضي فعايز اعرف برضو زي احنا هنتعامل بالشكل الامثل مع المنتخب السلوفيني اللي عنده اكتر من عنصر مميز طيب خلينا نتفق برضو ان مطش مثلا هنقول مطش بيلاروسيا والسويد بيلاروسيا وحنا نفرج عليها مع السويد بنشوف ان الهجوم البيلاروسي كان هجوم كاسح وهجوم قوي جدا من الباكليفت ومن الهوف ومن اللاعب الدايرة قدام منتخب مصر الكم دا ما حصلش خلص الراجل الاسباني البروندو المدير الفني منتخب مصر وبيعتمد على طريقة دفاعية مميزة جدا وهي ارباك المهاجم طول المطش بمعنى المدافع في المنتخب المصري او منظومة الدفاع في المنتخب المصري بتعتمد على مش هي تبقى رد الفعل لا هي الفعل يعني انا اللي بتحكم في اداء المهاجم انا اللي بخلي المهاجم يعني اللي انا عايزه يعني ذلك حديثي قلت ابراهيم المصري وهو جندي فعلا مجهول حديثي قلت له لا هو فعلا جندي مجهول وهو فعلا من اعمدة منتخب مصر وهو فعلا من اهم لعيبة منتخب مصر ومش هو اخذ حقه طبعا وعاصر اجيال كتير برده طبعا هو خبرات دلقتي عالية ابراهيم المصري دلقتي 32 سنة ماشاء الله خبرات عالية ومميز جندي مجهد ومخلص فهو طبعا من الجندي من الاجناد المجهولة في المنتخب مصر الكورة زي بتاعة اللي حديثي قلت عليها اللي خلى اللعيب بيطلع هو اللي خلى اللعيبة لغبط هو اللي خلى اكبر المهاجم هو مش واقف مستني المهاجم يعمل ايه وانا بقى ارد الفعل لا هو المدرب الاسباني معلمهم ومحفظهم ان هو اللي بيخلي المهاجم يعمل اللي انا عايزه كمدافع يعني طلع له ورجع له تاني المهاجم تلغبط عامل دوبت ريفل خادها حطها في الجول فهو ده اللي بيعتمد عليه المدرب الاسباني في طريقة اللعب طب احنا شفتين بين طرق الدفاع عندنا ما بين 605133 متقدم احنا ده بيبقى على اساس ايه هل تحرقات الفرق الاخرى هل اللعبين المميزين مثلا ولا هل على مراحل المباراة كل حاجة يعني كل حاجة القديدة وارد جدا في الماتش ممكن هو اولا هو بيلعب 60 يسمع 60 ولكن بيشتك منها طرق دفعية كتير اوي ممكن يبتقي مرة واحد بقلب اربعة اتنين ممكن بيبقى خمسة واحد ممكن تلاتة اتنين واحد مقفول كل ده من خلال الستة صف وكل ده خلال الماتش واللي مميز جدا في المتاحة مصر ان اللعيبة بتطبق الطرق كلها باجادة عالية جدا وكل اللعيبة انت بتشوفوا بهين مصر النهار ده في تلاتة جنبه علي زين الاداء هيل بيخرج علي زين بينزل يحيا الدرع في تلاتة الاداء هيل جدا في اتنين ممكن تلاقي محمد 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 حاشم ممكن تلاقي دودو ممكن تلاقي يحيا الدرع الان يحيا التانية بتلاقي محمد محمد حاشم ممكن تلاقي يحيا خالد كل دي يثبت ويبين ان الراجل محفظ شغل الدفاع بشكل قوي جدا فبصراحة محفظهم دفعيا وهجوميا طبعا طبعا انت ذكرت مساء عن دودو دودو مبارح كان رجل مباراة دودو شاط تقريبا من كل المراكز يعني شاط من البكريت وبكليفت ومن السنتر فيعني ما شاء الله كان مبارح كان رائع هو كان اصلا افضل لعب في منتخب الناشئين منتخب الناشئين احنا عندنا مكسب اتنين من الناشئين مميزين جدا اذا كان حسن قداح او هشام دودو وكمان هو محترف في نيم الفرنسي طبعا بنتمالهم كلهم وصيف الدرع صغير برضو معهم خالد وليد برا القيمة بس هو موجود دمن الاربعة وعشرين العيب لا اول منتخب مع بلا حدريك هو المنتخب في ميزة قوية جدا ان انت عنده مزيج ما بين الخبرة والشباب نحس ان هو متكامل جدا السكوات ده ما جاش في منتخب مصر من سنين طويلة جدا عشان كده هم حدري تتكلم على التكامل كده انا مش عايزة اقطع كلامك احنا برضو بنشوف اللقطات دي عايزة اتكلم على التناوب اللي بيحصل في المراكز يعني حركة برضو الناس بيشوفوها على الدايرة بتحصل لكن ممكن ما يكونوش قادرين ان هم يفكوا شفرتها لو حد مش متخصص فعايزين برضو نوضح لهم النقطة دي ده كل تاكتكس محفوظ برضو ده شغل الراجل ايوة خلينا برضو متفقين ان المنتخب ده هو فكرة كلها خالي الدفاعات الفريا بزبطة كده بس هو بقى الكواليتي بتاع العيب هو لمساعد برضو المدرب انه يعمل كل ما هو مدرب انا ممكن المدرب عندي افكار كتير او في دماغي وعالي جدا بس مين هيطبق الفكرة تاعة وماشا للطباقلي ده امبارح كمان وحريك بتقول كده فالداعم اكتر لكلامنا هو الارقام يعني 13 واحد تيرنوفرز اللي هي الاخطاء اللي هم ارتكبوها يعني شوفت منتخب مصر قدهم لإيه بالزبط كده احنا بقى عملنا كم تيرنوفرز واحد بس عليك من ذاكرة كويسة اوش لا منتخب ده يستحق انه يتذاكر بستين دقيقة بتعمل خطأ واحد بس اللي هو من دابرد ريبل لاربع خطوات لميس باس واحد بس بستين دقيقة ده حرام المتخب ده لنعبش مربع او يعني يعني هو عشمنا بأمانة بصراحة او يعني انا والله احنا برضو مش عايزين نفرد في الفرحة يعني عارف حضرتك احنا لما بنفرد عايزين قول يا رب يعني زي ما يقول هو لما بنضحك قوي بالله ما جعله خير يعني قبل البطولة خالص ما تبدأ او بعد ماتش شيل عملت اندرفيفة الرفيزيون وقلت يا جماعة لا الموضوع صعب لكن بعد الأداء بتاع ماتش روسيا وبيلا روسيا وحتى أداء السويدة اللي احنا خسرناه لا الموضوع يطمع بس نخلي بالنا من نقطة في ناس بتاخد النتيجة كده بشكل نظر يقولك اه ده احنا كسبنا 35-26 ده الماتش كان سهل لا وكذلك ده برضو اللي تقال على ماتش روسيا ده فلا اللي يتقرب ويتابع الموضوع مختلف انت اللي بتخلي الماتش سهل انت اللي بتحجم الفرقة قدامك انت اللي البداية عندك بتقضي على أي طموح لأي فرقة قدامك والبداية دي كانت نقطة السر مبارح ماتش اه اللي هو بازع الأولي مصبوط بكبنا المبارعة بالزبط كده وبعد كده بقى الروتيشن هو ده بقى اللي بيفرق معك بايك انت ممكن تركب الماتش بتشكيل معين لو فضلت المحافظ اللي هو مدرب بقى دماغه مقفولة وفضل بقى قولك انا بدأت الحمد لله انا كسبان مثلا فرق 7-8 بتشكيل معين لا انا افضل محافظ عليه وكمل بين ماتش مش هتقدر طب احنا نتكلمنا على نقاط قوة كتير جدا نقاط الضعف عشان برضو نبقى متيقذين لها واغدين بالنا منها ايه هي لو معمال شرطيش لو معمال شرطيش ناشط جدا ولكن غير مستغل بكار بالضبط بالضبط احنا خلينا نقول وبرضو ناسي قولك كما بكر لما نزل مبارح ما كانش كويس وققى اقرى مصلي لما نزل مبارح ما كانش كويس خلينا نتكلم كلاعب شوية ويحيا خالد برضو ويحيا خالد طبعا كنا عامل أداء هاي للراوند الأولين خلينا متفكين ان اللاعب لما بينزل والسكور عالي اكيد من جواء الدنيا ما بتبقاش تركيز ما بتبقاش مية في المية زي اللاعب بداية المباراة والدنيا لسه ايكول ده اللي حصل كمان مع اسلام حسن ولا اسلام حسن لسه بدخلش في في أجواء البطولة قوي يعني اسلام حسن كان عنده تقريبا اصابة شاكرا ما بدأش البطولة من اسلام طبعا من القوة الضربة ولعب خططي بشكل عالي وخبرات عالية برضو بس هو ما بدأش البطولة كثيرا كان عنده أصابة قبليها ولا حاجة فما دأش البطولة من الأول عبال ما دخل كان فيه لعبة كتير دخلت أجواء البطولة فهو لسه المدرب يحاول يدخلوا واحدة وحدة انا توقفت من خلال بداية البطولة لحد مباراة الأمس عند ارتفاع مستوى بعض اللاعبين حتى أكرم يسري حتى بتقول نوع يعني ربما يكون كان الديق بتاع مبارح لكن هو قدم مباريات عالية جدا فلازم نتوقف عند القيمة التسوقية اللي هتعل بالنسبة لبعض اللاعبين بعد البطولة دي وهم يعني ليهم برضو حصيلة قبل كده فده بيزود حصلتهم خاصة لما يبقى منديع العالم بالضبط فلازم نتكلم على النقطة دي مين اللاعب اللي انت حاسس انه لا ممكن قيمته التسوقية تعلى بعد البطولة دي مين اللاعب اللي حاسس انه هو ممكن يحترف في مكان مميز حتى لو هو محترف حالي تمام لا لو قلنا مين ممكن يحترف او مين ممكن يغير يعني يجيله عروض بره احترافية لا كتير اوي كتير اوي وان شاء الله لازم يحصل بإذن لبعض الأداء اللي هم عملوه ده لازم هيحصل حسن أداح يحيى الدرع علي زين ممكن يغير من احترافه انا شايف دودو نادي نيم علي زين في الشرق في الشرق ممكن يجيله حاجة في أوروبا بس هو لظروف معينة ما بيقدرش يخرج بره دبي الفترة اللي فاتت يعني احمد الأحمر ممكن يجيله بس احمد الأحمر مش هيسيب نادي الزمالك في الفترة الحالية ليه يعني مرتبط بهو بحاجات جوه النادي مش هيقدر يسيبها في الفترة الحالية مصرر احمد الأحمر ما يحترفش بسرعة ما برضه عشان خاطر السنه كده فهو يعني عايز يختم حياته في نادي الزمالك لغمين أنا شايف أن أحمد الأحمر ممكن يلعب سنتين ثلاثة كمان مش هيفينه متقلق ده يعني الله أكبر ما شاء الله يعني قبل ما نتكلم على الموضوع أنا هو بقول عشان ألحفت رئيس دي أحمد الأحمر بس لوحده يكيل بالزهر أطبع 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 ربنا يحميه يعني ويخليه كامل وأحمد كمان الإنجاز أنه هو في السن دوت بيقدي الأداء دوت بالروح دي طبعا احنا بنتكلم على ريس الإيد لأنه هو بالنسبة للسترايكر هو اللي بيتحكم بالزبط فممكن يخدع حتى الوالكيبر وبيخدع الناس كلها بيخدعنا حتى وإحنا بنتفرق فهو لا طبعا برح رانياته الجزائية طبعا هو متخصص فيها يعني كان رائع بالزبط بالزبط يحيى خالد أنا شايف أنه بيالعطرام في نادي من أقوى الأندير في أوروبا كلها فهو هيكمل حبة وأنه ماشي كمان بمستوى هايل مع فيزبريم المجري في يحيى خالد فهيكمل ممكن كريم هندوي الطيار ممكن يحترف محمد ممدوح ممكن يغير يجيله حاجة أحسن من دينما بوخاريسة في رومانيا فلا طبعا الأداء اللي احنا شايفينه يعني هذا محمد ممدوح حشم من أحسن لعيبين الدائرة في البطولة كلها ده بالله ما مبالغة هاي يعني لازم هيممكن يجيله حاجات أحسن من دينما بوخاريسة بكتير فلا المجموعة سالناس بتركز كمان بعد المباراة مع رجل المباراة وتينسى الباقي لا لا أنا ضد أصلا ما نفزمتش دي خالص يعني يعني برضو تشجيع ما هو تشجيع للعيب وإحباط للناس كتير هو مهما يكون مهما يكون أنا شايف طبعا بس لي عيب واحد بس من اللي بياخد رجل المباراة فريق كله بيضربه انباراة شفنا دودو وقابليها أحمد الأحمد وأحمد الأحمد اتنين ضربوا ما شاء الله بس بيبقى ضرب حلو احتفالي فانت شايف انه ممكن يبقى في عروضة احتراف جاية في فترة لأخير دي ما كانتش بدأت من دلوقتي حتى نفسها هتعلق دي ما كانتش بدأت من دلوقتي فعلق بس فيش حد هيعلق عن أي حاجة بس هي متأكدة ان في ناس بدأت تحط بس مش عايزينها برضو تحط قوي عشان برضو تشتيت اللعبين خبيب أخي ما بلش يجب ما فيش إعلان بس هاي بكلمة أندية بدأت تحط تعنيها على لعيبة خلاص أو من بطلة تخلص هبدأ أكلم ده هبدأ أكلم ده هبدأ أكلم ده ده حصل من دلوقتي خلاص عايزين ندي كيل الألماني بقى يا رب يا رب نتمنى كيل برشلونة يعني ويحي خالد على فكرة بيلعب في نادي بيوازي الأندية دي يعني لسه كان بيلعب حتى الفينال فوربت على دولة أبطال أوروبا بالظبط وأدى أداء هاجل يحي خالد فإن شاء الله ناس هيجيلها في كيلو وليجيل برشلونة مش سدقيني ما بقى موضوعا كان زمن صعب هو طبعا بوخارست في اسبريم نيم كل حاجات دي مميزة جدا للعابين وإحنا سعداء بيهم جدا لحنا عايزين المزيد عارفهم عاشمون طبعا سند سند ممكن يجيلوا حتى أحسن منين بكتير بس سوى سند مجدد لحد سنة 20-24 على معظون بس طبعا سند ما قد يعني أداء واخد أحسن وينجرايت في الدور الفرنسي طبعا يحفظهم كلهم ما شاء الله هايليين لكن ما ينفعش أن أنا عدي يوم من أيام البطولة دي من غير ما أتكلم على التنظيم الرائع وإشادة المنتخبات الأخرى بالتنظيم طبعا وهنا عايزين نواجه الشكر بقى للالتحاد دول لجنة المنظمة وزارة الشباب والرياضة بارح يعني حرص وزير الشباب والرياضة وحبتك دايما بعد المباراة وحتى بيحيي رجل المباراة بعد كل مباراة فعايز أتكلم على تنظيم البطولة رغم بقى جائحة كورونا على النحية التانية يعني عايز أقولك أنه إحنا هنا كان قبل البطولة الناس ما تتكلم برا على تأجيل أولمبياد طوكيو بالتاني مرة أعزي أجيلها لتاني مرة فانبارح رئيس اللجنة الأولمبياد الدولية طلع نفى الكلام ده وقال إن هي قائمة في معادها وعينهم بقى على مصر وتنظيم البطولة وبيفكروا في البابل اللي هي موجودة عندنا دي دلوقتي فكويس جدا إن إحنا نوصل الرسالة دي للعالم إن إحنا قادرين بالضبط بالضبط تعليقك إيه على موضوع تنظيم البطولة؟ طبعا التنظيم أكثر من رائع حتى حفل الافتتاح اهتمام من كل مسؤولين دولة اتحاد المصري ووزاعة الشباب حتى سيد الرئيس برضو مهتم بنفسه كان متابع كل خطوة بخطوة من قبل بطول ما تبدأ بالتجهيزات الصلاة بالإقامة بالتنقلات بكل حاجة إشادة من كل لعيب العالم وكل المنتخبات بالتنظيم وبالإجراءات الاحترازية طبعا مجهود غير طبيعي خاصة هو مجهود مش طبيعي وزيادة بقى مش طبيعي أكتر بسبب جائحة كورونا فطبعا إشادة لكل الناس القائمين على البطولة وتعب ومجهود وربنا يكلل مجهودهم وتعبهم بأن منتخب مصر يوح لأبعد مكان إن شاء الله في البطول يا رب أبعد مكان يعني بعيدا عن الأبنيات بتتوقعوا إيه؟ لمنتخب مصر إن شاء الله المربع الزهر المربع الزهر إن شاء الله قادريني ننافس على اللقب؟ آه والله طيب مين الحصان الأسود اللي انت شايفه حالي؟ منتخب المجر المجر آه مش البرتغال لأ البرتغال خلي بالك واضحا هي كويسة من بطولة أوروبا اللي فات أيها لأ المجر ليه بتقول المجر؟ عشان المجر أنا فجئت بمنتخب المجر عشان الماتش اللي عملوا مع ألمانيا؟ مش عاقب لحنا لو جمهورة عاديين هنقول هاتسمع النتيجة وخلاص ذاك لما تتفرج على الأداء آه لأ منتخب هاي صح عنده كله مقاومات الفوز منتخب المجر من حراسة مرمر ندفعها قوي جدا بكات رايت عنده تشكيل كامل آه طبعا صح ومدرب كويس جدا الفريق كله نجوم جدا لكن على الناحية التانية كنت بسألك على منتخب الماكينات الألمانية يعني لو إحنا ووقفنا قدام الماتش ما بين أسبانيا وألمانيا إزاي الماتادور الأسبانيا قدر يعطل الماكينات الألمانية بهذا الشكل؟ مظبوط خلينا ننتفق إن منتخب الألمانية ينقصوا لعيبة كتير قوي مهمين قوي مش مجوش بسبب جائحة جورونا فمنتخب ينقصوا لعيبة كتير قوي مهمين ضم عناصر شابة تعويضا للغيابات اللي عنده فمنتخب الألماني مشكور على الأداء اللي بيعمله في ظلر الغيابات دي منتخب الأسباني محافظ على سكواد بتاعه بقاله فترة طويلة قوي يمتلك لعيبة خبرات عالية فقدر حتى لو شفنا ماتش ألمانيا وأسبانيا هنلاقي إن في الشوت الأولاني أسباني كالكاسبانيا فرق ثلاثة في نص الشوت التاني المتخب الألماني قدر يرجع في المباراة وتفوق بفارق ثلاث أهداف في نهاية المباراة الخبرة حسمت الموقع زي ما بيقولوا وقدر ترجع ثاني في المباراة وخلص الماتش فرق تقريبا ثلاثة أو أربعة من المتخب الأسباني لكن المتخب الأسباني طبعا قوي جدا فتبتكلمي برضو المتخب الأسباني من المتخبات المرشحة بقوة للقب يعني مش المربع بس فأنا شايف لعي المتخب المجري هو الحصاني الأسود وهيروح لحتة كويسة جدا في البطولة دي هيكمل يعني نهاية البطولة تتوقعوا بمنومي التنهيدة دي تفكير معظيق أنا نفسي ماسي تلعب فاينة نفسي والله يعني وفعلاً حديدك قلت حاجة في أول اللقاء خالص إن المتخب كل ماتش بيجي تكلم كل اللعبة بتقول إيه عايزين ماتش بماتشو ليه هم حاسين إن هم يقدروا يعملوا حاجة وفرحنا خلاص إحنا فرحنا خلاص وقفلنا ملف المباراة هم حاسين بنفسهم هم شايفين إن فرق بينهم وبين الفرق الأوروبية القوية مفيش فرق بالعكس أنا بتفوق بتفوق بفرق بين عليك بيلا روسيا النهار دا متعلم على السويد وماتش كان إيكوال طول ماتشو ماتشو نهار النهار دا مخلص ماتشو بيلا روسيا الماتش على فكرة الناس اللي اتفرجت على المباراة تعبت من كتر الجري وسرعة الأداء بين الفرقين مزبوط كده جيت بقى ماتشو بيلا روسيا إنت عملت إيه في بيلا روسيا فيه فرق تبص تلاقي دا حاجة حلوة على فكرة إن المنتخب قافل وذانه عن الناس اللي بيعودوا يخوفوه لا دا منتخب بيلا روسيا قوي مش هنعرف نصد قدامه وكلام دا كله فالحمد لله إن احنا على قد المنافسة وانا مش هارفة بس أنا جالي إحساس كده بعد ماتش الاتحاد الروسي إن دا منتخب بطولة منتخب مصر طبعا طبعا ما هو حقك تشوف كده طب مننا أيوة حقنا كلنا لازم نطمع في كده لازم ويعني لو ما حمدتش كده دلوقتي هيبقى موضوع صعب بعد كده فإن شاء الله تقطع نمر سريعا على مباراة النهار دا قطر والبحرين الساعة 4.5 رجواي وأسبانيا 4.5 الأرجنتين الساعة 7 مع كرواتيا بولندا ماتش مهم ماتش مهم ولازم نشوف كرواتيا بولندا والمجر الساعة 7 تونس هتلعب مع الكونغو ديمقراطية الساعة 7 ألمانيا والبرازيل 9.5 اليابان والدنمارك 9.5 أبرز المباراة اللي انت هتبقى حريص ان انت تتبعها ماتش كرواتيا يعني شوفت كرواتيا بس عايش شوفها تاني وتالت عشان ان شاء الله نحفظ هو ان شاء الله يبعد اللي هنقبله دوري التامنة وندمارك واليابان دمارك واليابان ماتش محسوم من قبل ما يتلعب ماتش المهمة برضو بولندا والمجر بمجر لازم تكسب بولندا عشان تكمل ممكن تطلع أول المجموعة دي آه صح ان هيبقى عندها ماتش بينها وفي الآخر لو كسبت بولندا هيبقى عندها ماتش بينها وبين أسبانيا لمنتخبنا ان شاء الله كابتن إيهاب محسن نجم مصر وزمالك السابق الكرة يابا شكرك شكرا جزيلا وجدك معنا كل التوفيق لمنتخبنا شكرا جزيلا كل الشكر لحضراتكم مشاهدين الكرام كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وبنقول مبروك للفوز والتنظيم ولكل من ساهم وكان سند قوي ودافع قوي لمنتخبنا ولتنظمنا وحتى المنتخبات اللي كانت موجودة كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله والمزيد والمزيد في القادم بس التركيز تابع معاك ومشاهدين الكرام باقي فقرات تمانية صبح انتظرونا بعد الفصل وعن نفسي أشوفكم بإذن الله الأسبوع القادم وحلق غديدة من تمانية صبح صباحكم جميع إن شاء الله رجعنا لحضراتكم من جديد بآخر فقراتنا في تمانية الصبح الحقيقة احنا دلوقتي في فصل الشتاء ولكن الحقيقة من المبادرات اللي بتتعامل استعداداً لفصل الصيف هي مبادرة خاصة بمصر بلا غرقة دي مبادرة أطلقتها الحكومة المصرية علشان يتم توعية المجتمع المصري بكل فئاته ويستغل وقت الشتاء إنه طبعاً أكيد ما فيش مصايف دلوقتي ولا في أي نوع من أنواع الأنشطة الخاصة بالسفاحة بالنسبة للمواطنين العاديين يعني فبالتالي بيتم توعية المواطن في شهور الشتاء علشان خاطر يبتدي بقى هو عنده المعلومة الكافية في الصيف ونبتدي إن إحنا طبعاً يعني نحمي شبابنا وإطفالنا ومجتمعنا من الغرق خاصة إنه للأسف كان العام الماضي كان فيه كم حدثة غرق كده ولكن النهار ده بقى بنشوف إن الحكومة المصرية بتطلق هذه المبادرة لتوعية المواطنين هنعرف تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة من الدكتور هشام ربيع عضو اللجنة العليا لمبادرة مصر بلا غرق صباح الخير على حضرتك صباح الخير رزيلا حضرتك سعيد إن أنا يمكن المرة التانية والتالتة مع سيادتك شعرف لي يا خان وإن شاء الله هنقدم حياتك وأعرف حضرتك وأولا هتكلم على موضوع المبادرة كانت فكرة وأصبحت في حيز التنفيذ بقيت مبادرة رئاسية الحكومة نفسها الحكومة المصرية بدأت تاخد حيز الاجتماع بشكل غير عادي غير ما كان متوقع أي حد إيه أليات بقى هذه المبادرة يعني حملات التوعية هتنزلوا فين هتتكلموا عن إيه خاصة إحنا عندنا كونسبت كده للشباب وللأطفال إنه أنا السباح الرهيب بقى الفضيع فهخش في وسط المقام دي المشكلة أي الفكرة البداية أصلا كانت مجرد فكرة بسيطة فكان حدث الـ 12 أو 14 حالة مع بعض في شاطئ النخيل فكان موجود فيها رئيس الاتحاد فقال فكرة وعرضها على الدكتور أشرف صبحي مجرد فكرة الدكتور أشرف صبحي والوزير الشباب الرئيس تبني الموضوع بشكل إنها تبقى مبادرة مش مبادرة بس مجرد إن الاتحاد برأس كابتين سمع شاز إنه يعملها وينفذها دعمالها مبادرة بقيت مبادرة رأسية تعرض الموضوع وكان المفروض إنها كانت عبارة عن آلية إنها هتتنفس في خلال خمس سنوات إنه نعمل محاضرات طوعية أو نعمل ندوات تسقفية لفئات المجتمع كافة بتعمل في الجامعات وفي المحليات الأول إحنا أستمناها لكذا حي الحيث نفيذ العمل إحنا أريد أصلا كالتحاد وصوى وينقواص شغالين فيها بنعملها طول السنة بس إحنا بنأهل منقواصين اللي هم بيشتغلوا أو بياخدوا لائنسس عشان يشتغلوا بها في مواصم الصيف أو في الفنادة أو الكرة الساحية يعني لذلك أي غواص أو منقض لازم يكون معا الرخص لازم شهادة أو كارنين دول المعتمدين من الاتحاد الدولي رسمي وإحنا نشتغل ببرنامج الاتحاد الدولي كانت الفكرة لما اضطرحت وتقالت إن إحنا ما نعملش بس على قد الناس اللي عايزة تعمل دورات إنقاذ وتاخد شهادة وكريم فقط لغير نحن نعملها لفئات المجتمع الكافة إذا كان مدارس أو جامعات أو إذا كان موظفين حتى لو الناس عندها السعادة والناس الكبار اللي هم ولاي الأمر العادي اللي هو عند 40, 50, 45 بينزل بحر عادي نديله دورات تسقفية فبدأنا إن إحنا نعمل مقابلات دلوقتي البرنامج في بداية أول محطة فيه إن إحنا كان الأول كانت نفس على خمس سنوات الرئيس أقال لك لا هي سنتين تكون مصر كلها عندها ثقافة الإنقاذ ونقهل الناس إن هم يتعاملوا زي مع المسطح الماء طيب هسأل حليك سؤال هل المبادرة دي شاملة تعليم سباحة مثلاً بطريقة سليمة ولا معلومات بالمحيط البحر نفسه والتدريس اللي حوالين البيئة ولا إيه كل حاجة الأول بدأنا مرحلة إن إحنا نعمل مقابلات في المحافظات مع أجهات التنفيذية إذا كان المحافظ والسياحة وفيه سبع وزارات متعاونين معنا في المبادرة يبقى معنا مندوب من كل وزارة إن إحنا أول بندي الفكرة إزاي هنشتغل تنفيذ المبادرة ثم بعد كده هنبدأ ننفذ بعد بداية فصل الصيف أو بداية الترمي التاني للمدارس والجامعة إن إحنا هنبدأ نعلم الناس عن طريق اتحاد السباحة ماشي عن طريق اتحاد الغسل وإنقاذ ماشي فكرة إن إحنا نعلم اللي هم أبناء المجتمع أبناء المجتمع المدرسي أو أبناء المجتمع الجامعي إن إحنا نعلمهم السباحة اللي ما بعرفش عوم نعلمه العوم وندي له ثقافة كاملة متكاملة عن الموضوع دي إحنا قريدي إحنا شغالين فيها كاتحاد دي صورة دي صورة دي دورة من ضمن الدورات التنفيذية اللي إحنا بننفذها على طول في آخر الدورة حضرتك اللي حاصل على الدورة بياخد شهادة وكرنيه رسمي معترب به دوليا كإحنا كاتحاد بالنفذة فما بقاش ده قطع معين قطع معين هو اللي بيشتغل في التوئيد ده فكرة رأس الاتحاد إن إحنا ما خلقاش قطع معين اللي هو عايز يشتغل بالمهنة دي نخلقه ده ده شعار شعار المبادرة ما نخلقش بس إن الناس عايز تشتغل لا نخلق كل فقط المجتمع حضرتك عايزة تطلع مصيف معاك أسرتك حضرتك إزاي تتعاملي مع مصطح المائي وإزاي تختار المكان المناسب تتعاملي معي فكرة ثقافة البحر نفسه أتعلم البحر نفسه بص يا هانم ده ليه هانم حياتك أنت عارفة إن عندنا مشكلة زبا حياتك بتقول العضلات والشاب اللي بينزل وقوم نازل بورم أصحابه إنه بيعرف عم ما بيعرفش عم هي دي الكارسة الكارسة إن إحنا معندنا الثقافة إزاي نسأل إحنا بنعرف كل حاجة بنعرف كل حاجة دي هي اللي بتوصلنا المرحلة إن إحنا فيه سلبيات أو فيه حاجات عواقب سيئة جدا لكن عايزين نسقف الناس إزاي تتعامل مع مصطح الماء ده إزاي تتكلم بقى فيه لغة حوار بينك وبين الراجل المنقذ اللي قعد على الشواطئ اللي إنت هتقابله في بداية الصيف إن شاء الله أو في الصيف تسأله وإزاي لو أنا لو لو قدر الله إتعرضت مثلا أنا وزميلي للغرق إحنا طبعا بتلقائي بنقعد نهرأ بعض أكتر عشان خطر التهريج والهزار اللي بيحصل في المية فجأة تلاقي الموضوع تحول لجد وبنتعاملش صح لإن كل واحد فينا ما بعيز هو اللي ينقذ نفسه فنشب على بعض فننقف في الموت بعض مشكلة فده برضو من ضمن الكورس اللي لو لو قدر الله اتعرضتوا لحاجة هتتعاملوا مع بعض إزاي كل الثقافة العامة اللي هي عنقول أسباب الغرق اللي احنا بنتعارب لها إيه سببها بنقول يا جميع ثقافة حتى هتلاقي في الصور اللي موجودة عند حضراتكم في ندبا تعاملت فشارم الشيك كان حضر فيها محافظ مطروح واللي هو خلت فيه محافظ جنوب سينة والدكتور أشرف صبح وزيرس للشباب برياضة وكان موجود الكابت سامح شازر رئيس اتحاد المصري والعربي كان موجود كان موجود ناس كتير جدا كانوا حضر فيها وكانوا حضروا والدكتور أعمان اللي هي بتاعة التربية والتعليم أو مسؤولة الأنشارة الطلبية جابت حضر كبير جدا حضر فوق 200 أو 300 طالب وتكلمنا على أسباب الغرق حتى قلناها بطريقة سحل أو بسيطة إيه أسباب الغرق أهم ثلاث أسباب للغرق أهم الاتصخة الزايدة اللي هي العضلات حضرتك أنا لو راح مكان مفتوح ما هلبس لايف جاكت ده أنا حابة بأنها ننزل جوا شوي ده بيشوفوا بقى دلوقتي الشباب إنه لايف جاكت ده لو لبسوا إنه هم يعني كده فسط صحابه ضعيف بالسباحة يعني تبقى مشكلة عايز أسأل حالك السؤال برضو عشان نحط إيدينا على الموضوع ده أعداد الغرقة هل فيه إحصائيات بتقول أعمارهم من كم لكام كمان هل هم من رجال أكتر ولا من الإناث يعني فيه إحصائيات بدأ لا ما فيش إحصائيات كاملة هي فيه فيه إحصائيات عامة على مستوى الجمهور بتبقى موجودة في وزارة الصحة عن طريق مرفع الإسعاف دي موجودة لكن فئات معينة لا هي جميع الفئات اللي بيغرق بس الأغلبية لهم فئات الشباب أو لهم الـ والولاد هتلاقي حركة الولاد اللي عندهم السقص زي ده دي شوية ممكن نقول ولا البنات برد لا فيه جزء فعلا أكبر الولاد أكبر من البنات شوية البنات دي أمان طبيعتهم إنهم كير جدا بنفسهم في كل حاجة حتى في طريقة كلامهم بينهم وبصحابهم بتبقى كير شوية إلى حد ما لكن بيتعرضوا للخطر قطر بتعرضوا للخطر سحب الماء غسل عنها أي حد بيغرق لم يجيد السباحة إيادة هامة أي حد بتعرض للخطر طيب دلوقتي إحنا في ظروف كورونا وما فيش مدارس ما فيش جامعات كله بيتعلم أونلاين وحضرتك بتقول إن إحنا بنزل الجامعات والمدارس إيه الخطط البديلة؟ إحنا دلوقتي جامعات ومدارس لسه هتبدأ في بداية الترمي التاني يكون جائحة كورونا بدأ الأمور تهدفها شوية لكن دلوقتي حضرتك من ضمن الصور اللي موجودة إن إحنا عملنا مقابلات مع جهات التنفيذية في محافظات يعني إحنا لسه جايين من إسماعيلية وبرصعيد ومسافرين مطروحة خلال الأسبوع الجاي ده كنا في جنوب سينة طرعين البحر الأحمر المحافظات الحدودية اللي هي على سواحل بنقعد مع جهات التنفيذية اللي فيها السياحة والشباب الرياضة والمحافظ أو ما يمثل المحافظ سكرتل عام أيا كان وبنبدأ نتكلم بنعمل خطة بنعمل حاجة اسمها المعينة الفنية إن إحنا هنعين كل المسطحات المعينة على مستوى الجمهوري إحنا عندنا حاصر بيوم جزء إيه مش كل إيه فايدة إيه المعينة دي معينة الفنية أنا بعرف أماكن الخطر اللي نقدر نستعامل نبقى فيها تردد للناس من عدمه إذا كان سواحل أو حمامة السباحة وهنوفر من ضمن حاجات كتابية هنعمل معينة ونعمل رخصة إن الدولة متبنية الموضوع ده نتعامل للمسطح الماء ده إذا كان آمن من عدمه آمن هيبقى آمن إزاي آمن إنه في كل عوامل الأمن والسلامة متوفر إذا كان ممكن إذا كان أدوات إذا كان المكان كويس إذا كان فيه حوابس فوش سحب مية فوش مبعالية كل الكلام ده كله هتعمل وتعمل على ورق ويتسلم للمحافظ أو هتسلم للجهة المعنية بالموضوع وهتبدأ تنفذ على هذا الكلام اللي هو المعينة في النهاية من خلال خبراء الاتحاد الفنيين للموضوع ده الفريق بقى اللي هو بيقوم بقى بالتوعية من هم يعني إيه درستهم وإيه طبيعتهم ده يعني حقيقتك رئيس الاتحاد المصر غصر الإنقاذ على رأس اللاجنة كفنيا إحنا موجودين إحنا سبع وزارات معنا معنا وزارة الشباب الرياضة معنا وزارة الدفاع موجودة دي الجيات المعنية اللي مشاركة دي الجيات المعنية لكن كلاجنة فنية إحنا فيه أربع أو خمس أشخاص من الاتحاد المعنى بالموضوع ده نفسا رأس الاتحاد اللي هو الكابت السبع شازلي ومعنا اللي هو محمد أمين ده عوض مجلس دارة معنا منصخ عامل دورة الدكتور حازم الروبي أنا الشام ربيع معنا الدكتور شادي برضو من ضمن اللاجنة الفنية دي اسمها اللاجنة الفنية اللي بتقوم فيه أجهزة معاونة لينا احنا كنحيا فنية فيه أجهزة معاونة لينا لتزليل العقبات كلها والشباب بقى اللي بينزل يدرب بنفسه بقى مدربين تبع لك لاجنة عندنا لاجنة كاملة عندنا فوق 130 أو 150 مدرب معتمدين دوليا ده دولي موجودين تبعنا احنا موجودين احنا بتأهيلهم كل سنة بنعمل تأهيل احنا النهاردة لسه مخلصين دورة المدربين هم دولي اللي هينفزوا الدورات على أرض الواقع كتنفيذي بنات وولاد شباب مددربات ومددربين كل المراحل السنية اذا كان في الجامعات او اذا كان في المدارس هيتم من خلال المدربين بتوعنا تبعين اللي التحاد هم اللي هينفزوا تحت إشراف اللجنة العليا اللي حضرتك طيب حضرتكم هتجوبوا الأماكن وتروحوا للناس صح هل في مثلا أماكن سبت الناس برضو وتتواصل معاكو يعني دوت الأم دوت ويعدت تتفرج عايزة ابنها هتستنى ان انتو لجولها المدرسة ولا هي ممكن تتواصل معاكو لا ممكن تتواصل على طول احنا الاتحاد المصري وغسل انقاذ في مبنى الاستاد القاهرة موجودة فوق حمام السباحة مقر كبير جدا وفي مكان للمحضرات جاهز في مكان للتدريب العامل موجود في حمام السباحة لكن احنا من ناحية اذا كان حد خارج محافظة القاهرة فاحنا قريد عندنا مناديب فنيين موجودين في جميع كافة أحد دولة اذا كان جامل مطروح عندنا مدربين هناك تبعا عندنا مسكين دائم يروحوا فين بقى في كل محافظة هم يتصلوا بالاتحاد يتصلوا بالاتحاد وانا هاقضيهم على التواصل على المسئول الفني اللي موجودة عندها في المحافظة لكن كمدارس احنا عاملينها مدارس هنبدأ من المركزية ثم بعد كده نتفرع على المحافظات يعني بدين مع الوزارة نفسها في مندوب من الوزارة معانا الدكتورة إيمان هي اللي متعاونة معانا تماما وهنبدأ نعمل في المدارس اللي فيها حمامات سباحة أو نعمل في حمامات سباحة اللي بقى جوار المدارس اللي ما هو عندهمش حمامات سباحة ودي اللي هنعملها طيب لو مدارس أدهاش حمامات سباحة ودي معظم مدارس هنقرب او هنقرب ان احنا مثلا مراكز الشباب في حمامات سباحة منشارة حمام السباح. وزار الشباب ورياضة بدانا كافة المنشآت بتاعاتها ان احنا ننفذ البرنامج. حضرتك احنا النهاردة البرنامج لما اتعرضوا قال خمس سنوات قال لا سيدة الرئيس قال سنتين. اذا اهتمام بالغ من سيدته. حيبا فيه كثافة كمان في المجهود والانشطة. اه. تخيل حضرتك ان احنا محتاجين يعني فوق الخمسة مليون او ستة مليون واحد. على الاقل على الاقل ان احنا نسقفهم وندربهم ونقاعلهم ازاي يتعاملون. احنا مش هنطلعهم لسباح ولا مطلعهم. بطلعهم. بس يتعامل مع المسطح المائي. وده المشكلة اللي احنا بنسعى ان احنا نوصلها. لازم بدأنا الاول كثقافة بنتكلم مع الناس. كتوعية. بدأنا من الهب. سنوما بعد كده هننزل للمجتمع اللي هم فئات الموظفين اللي هم زملائنا. بدأتوا ولا لسه بحت ابدأوا. بدأتوا خلاص. بدأنا حضرتك احنا عملنا مرشفين كل مقابلاتنا. بدأنا اه مدارس. بدأنا طبعا عامكات الديناء شغال الديناء من فت. بدأنا على الجهات التنفي زي اللي هم المحافظين وكان الوزارة والناس اللي هم التنفيذين بالمحافظات الصحية. من خلال البداية اللي حالك بدأتها من الناس. ايه المفاهيم الغلط عن فكرة التعامل مع المسطحات المائية والسباحة. بتسمع ايه منهم حضرتك او التقرير اللي بيوصل لحضرتك. من ناحية ايه معلش حضرتك. المفاهيم المغلوطة عند الشباب. يعني احنا قلنا مثلا المفاهيم المغلوطة فكرة الثقة الزيادة في النفس. تمام. فانتوا بتحاولوا ترودوا وترشدوا هذه الطاقة لشكل ايجاب مش شكل سلبي. تمام. ايه برضو من الحاجات اللي شايفينها من الشباب بتسمعوها من اسئلتهم من كلامهم. اكتر حاجة انا عايز اروح مكان انزل فيه ما تعرضش فيه حياتي للخطر. اكتر حاجة. الديني المكان اللي. طب ماشي ما انا ما قدرش اقول لك. وروحيني تنزل البحر الاحمر هو البحر الاحمر امن. هي طريق تعاملك مع المسطح المائية هي اللي بتعرضك للخطر. ده نمرة واحد. نمرة اتنيني المكان ازا كان امن ولا لا. طب الديني المكان. طب انت حياتك بتعرف تقوم. طوالب او شاب بتعرف تقوم كويس. لا نكسر حتة الثقافة بعد كده. اوتوماتيك هتلاقي انت نفسك. بقت ثقافتك بتعرف تتعامل مع المسطح الماء ازاي. ده اكتر حاجة. ارشدني المكان. طب فيه فيه اهتمام في كل محاضرة بنعملها. ازا كان على المستوى الطلابي او مستوى الجامع اللي بدأنا وبعد كده وقفنا. احنا ازاي نتفادأ حالات الغرق. اذا المبادرة كبدا نكحة جدا. اوكي. الناس عندها اهتمام على كل المستويات. لدرجة ان اللجنة العليا نفسهم بقى فيه ناس من المناديد بتوع الوزارة بقى عندهم شغف للتعرف على النوع الفناء ازاي نتجنب حياة الخطر. ليه نفسه. طب. قبل ما كون جاي كان حانا احنا احنا تنفيذية جاي بيتعرف لنفسه وقصرته. طب بالنسبة للغوز برضو ليه طبيعة خاصة وفيه اماكن ما بتسمحش لحد ان هو هيعمل دايفينج غل ما يكون معاش هادة معينة معتمدة علشان خطر هو هينزل بعمق معين. كل الوز. عشان هيتعامل ممكن مع قروش ممكن يشوفها. فيعرف ازاي ايه سلوك الكائنات البحرية تحت. عشان انا يعني اه. انت انت قصة تانية خالص دي. ما انا دي عايد اسأل فيها المدين دومني لأسئلة الشباب برضو اللي بيحب يعمل دايفينج. دا دايفينج انت قصة تانية خالص. ما حدش يقدر يلبس عدة. او اني جديده تنكات او اي حد يلبسها الا ازا كان في برنامج تأهيلي او برنامج تدريب. برنامج تأهيلي دا انا لما حضرتك الخمس دقايق قبل منزلك اول مرة ليه دا البريفينج اللي بيتعامل قبل محضرتك بتنزيل الماء عشان خطر تتعمل حاجة اسمه انترو داكشن او انترو. بتنزيل العشر دقايق وبتطلع تاني. حدتك ازا كانت عملتها في شرم الشيخة والغرداء. ودي كان عليها لغة الفترة اللي فاتت كتير جدا. ايه كان من سنوات عديدة الحياة مش قريبة. ايه كان عليها لغة الف الفترة اللي فاتت السنة اللي فاتت ان ان الانترو داكشن مفروض ما يتعاملش. محدش يلبس عدة الا ازا كان واحد بياخد كورس. غير كده لأ. انا 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 منزلت وانا ما عنديش الخبرة الكافية بالمية ما قررتهاش تي. السوق حضرتك السوق. سوق الغوص دا قصة كبيرة جدا. غير المبادرة. غير المبادرة. دا غوص حاجة تانية خالص. سوقه بيفرض ساعات ساعات ان بيئة العمل نفسها فرضت ان يبقى في حاجة اسمها انترو داكشن. مش موجودة بعض المنظم الدولية. الغوص دا كزا منظمة. اللي بيرقص هذه المنظمات على مستوى العالم حاجة اسمها السيمس. سيمس دا له اتحاد المصري اللي هو بيمثل له اتحاد المصري اللي غوص والانقص في مصر. اوكي. لما بيجي تكلم على موضوع الغوص حضرتك لازم فيه ستيبس معينة عشان حد يلبس عدة وينزل. لكن دي مش بتشملها المبادرة مصر بلاغة. لا لا دا قصة تانية خالص. وان الشباب فعلا بس حضرتك سؤال كويس. سؤال كويس. سؤال كويس جدا. ان ممكن الشاب ما ب فيه عدد او فيه العدة الموجودة بتاعة الغوص. فيه ادوات معاونة حتى لو بيبعرفش يعوم. حتى لو بيبعرفش مش هتعرح حياته الغرق يعني. بيبقى لابس حاجة اسمها بيس دي. بيبقى فيه هوا. لابس تانك هوا. كل الحاجات اللي كله بتسعب. بس احنا بننفع انه لازم تكون عندك مبادئ السباحة عشان تعرف حتى تستمتع بالغوص. هي فكرة المجتمع المصري انه هو فجأة ان احنا بنحول ثقافة جزء كبير جدا من المجتمع. انه لازم تبقى تعرف ت تتعامل مع مصطة حمامة دي مش سهلة. فيه ناس بتعرف قرية دي. يعني مش كل ناس. النوادي حضرتك من قبل خمس سنة وعشر سنين فاته. كان كام حمام سباحة في مصر. ما يتعداش الميتين حمام سباحة. في مصر بالكامل. النهاردة انت عندك فوق العشرين الف حمام سباحة. فوق بلاش يقول رقم مجازف كده. السباحة من الرياضات المخيدة قوي. فوق الفين خمسمائة اربعة تلاف سباحة. منم. 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 النهاردة ازا فقات المجتمع كلها بقى عندها تجاه تجاه ثق دي اللي احنا فيها دي دلوقتي حدث تكسل على مش هكذا. ما شاء الله. اهتمام الدولة اهتمام بالغة مساءة الرئيس بشخصه. لما حضر. واهتمام الدولة بكل النشاط الرياضي هي ده. ده عنوان لتقدم المجتمع المصري. والعقل السليم في الجسم السليم. في الجسم السليم بالزبط كده. بشكر حضرتك كتير جدا جدا دكتور هشام ربيع عضو اللجنة العليا ليه مبادرة مصر بلا غرقة. آآ في الاول وفي الاخر انه هوجه كلامي ليه. الشباب الصغير سواء شباب يعني فوق العشرين او الاطفال الصغيرين. المية آآ لازم تعرف تتعامل معها. ملهاش كبير. فلازم ان انت تستفيد بهذه المعلومات. وعندك مبادرة هي معمولة مبادرة رئاسية. آآ هتعرفك ايه هي المعلومات. وحتعرفك البيئة اللي حواليك. وتعرفك ازاي ممكن التعوم. ارجوكم فردة العضلات دي لا في السباحة ولا حتى في السواقة. يعني انا دايما نقولهم ما تفردوش او. لسبب واحد في الاول فاخرنا عايزين سلامتك وصحتك. فبنتمنى السلامة لي الجميع ان شاء الله. آآ طبعا بقى انتظرونا غدا في حلقة جديدة من تمانية الصبح. انا عن نفسي القاكم الاسبوع القادم. اذا كان لنا عمر ان شاء الله يوم الخميس. ولكن زملائي غدا اسماء وآيا ان شاء الله يلتقوا بكم. انتظرونا تمانية الصبح وابدأ يومك صح. اشتركوا في القناة